كنت جيداً. اليوم سنبدأ فيواح ايضاً من المعاصر المعاصر لنفعل ذلك سنفعل امتحان لو انجليزية شامل تلت سنوي من المعاصر اليوم سنبدأ في سامبل تست 2 أول سؤال لتجد شيئا بشأنه يعني مزبوط إنك تجد شيئا بصدفة معناها لتجد شيئا لتجد شيئا بشأنه يبقى الإجابة سي طيب سؤال الثاني طيب سؤال الثاني يبقى يبقى طالما إنه اكتشاف أثري يبقى اللي هيعلن عنه وزير السياحة يبقى يبقى الإجابة الصحية طيب نمبر ثري إحنا مش بنصاحب الرجل دا he is grumpy grumpy يعني دايما متزمر دايما متزمر يبقى grumpy دي الإجابة الصحية طيب number four most of the workers nowadays have temporary jobs not once يبقى not a temporary يبقى permanent مظبوط معظم العمال عندهم مظايف مؤقتة وليست دائمة يبقى not permanent يبقى permanent اللي هي C طيب number five ليلة is a friendly girl the antonym of friendly is عكس بقى كلمة friendly وفقا للخيارات الموجودة هنا هي hurtful friendly يعني شخص ودود وكويس وطيب إنما hurtful يعني مؤذي عكس طيب أو صدوق يبقى hurtful طبعا أنا عايز أقول بس إن العكس أو المضاد في كلمات أحنا بيجيب أقرب حاجة للمطلوب ممتن الكلمة مش العكس بالزبط يعني بس هي أقرب حاجة وفقا للخيارات الموجودة يعني مثلا عكس friendly ما ينفعش أقول helpful ما ينفعش أقول careless مهمل ما ينفعش أقول hurtless بلا أزا يعني لكن hurtful هو معناها مؤذي للآخرين هو عكس أو أقرب حاجة لعكس كلمة friendly يعني صديق أو صدوق أو إنسان عطوف مع الآخرين إلى آخر يبقى إيه الإجابة الصحية طيب السؤال number 6 بقى بيقول A or N is a member of your family who lived a long time ago حد من فرد وصدتك عاش في الماضي البعيد يبقى ancestor ancestor يعني من الأسلاف الأسلاف يعني الأجداد الأجداد اللي كانوا عاشوا في الماضي يبقى ancestor حتى لو منقولها الجمعة our ancestors يعني أسلافنا أو أجدادنا القدماء طيب يبقى بي الإجابة الصحية طيب number 7 بيقول I used to some exercise in the morning I used to do some exercise دي من الحاجات الإصلاحية do some exercise يعني يمارس بعض الرياضة يبقى do أو d هي الإجابة الصحية طيب A بيقول the car owner is my cousin is called verna يبقى the car whose owner هنا عايزين ضمير ملكية وفي نفس الوقت relative pronoun وضمير وصل في ذات الوقت يبقى دية whose يبقى بي الإجابة الصحية طيب number 9 بيقول there isn't enough sugar I some طيب there isn't enough sugar I should have bought some كان لازم أجيب بعض السكر لأن ما فيش سكر كفائي if I should have bought okay I should have bought some دية let's see الإجابة الصحية لأن ما فيش سكر كان مفروض أو كان واجب عليه أن أجيب بعض أو أشتري بعض السكر طيب number 10 بيقول the teacher the lesson for half and hour and he is asking the students some questions now the teacher has explained the lesson for half and an hour for an hour and a half طبعا غير ما نفكر كتير طالما الجملة فيها four أو sense يبقى نستخدم المضارع التام على طول يبقى has explained يبقى نستخدم الأزمنة التامة والتفضيل هيكون ليه المضارع التام الماضي التام بنجيبه في حالات معينة لو أنا بعمل reporting لحاجة كانت في الماضي يعني direct speech كان في الماضي فأنا بعمله indirect أو reporting يخليه في الماضي التام أو حدثين تموا في الماضي الحدث الحدث اللي تم في الأول خالص نخليه في الماضي التام يعني حالات معينة فيما عدا ذلك يفضل إن إحنا نجيب الأزمنة التامة في المضارع التام مع جمل زي four أو sense يبقى هنا has explained see يا الإجابة الصحية طيب number 11 بيقول منا had done the housework going out يبقى before going out عملت الواجب done the housework كان معناها شغل البيت يعني التنظيم التثبيت الحاجات ديت آآ مثلا تنظيف المنزل before going out قبل ما تخرج يبقى before أو after ممكن أجيب بعدها يعني فعلا مضاف له ing لو أنا مش عندي جملة كاملة يبقى كان أصل جملة she had done the housework before she went out عملت شغل البيت قبل ما تخرج يبقى before she went out لو جملة كاملة طب أنا ما عنديش جملة كاملة من فاعل وفاعل ما فيش عندي independent clause يعني سوري ما فيش عندي يعني complete clause في الجملة ديت يبقى أو الممرضات أخذوا المريض إلى الغرفة بتاعك يبقى after operating لسه إلي من شوية before أو after لو ما فيش جملة كاملة فيها فاعل وفاعل بنجيب الجرند يعني فاعل مضاف له ing after operating معناها after the doctor operated أو after the doctor has operated on his eyes the nurses took him أو لكن ما فيش عندي فاعل في الجملة after يبقى عمل إيه يبقى جيب فاعل مضاف له ing على طول يبقى after operating يبقى C فاعل مضاف له ing الإجابة الصحية number 13 بيقول I can't come with you to the training tomorrow I the dentist at 7 يبقى I am seeing the dentist at 7 أنا عندي مؤابلة مع الدنتست أو عندي موعد مع الدنتست الساعة 7 يبقى I am seeing طالما حاجة scheduled وحاجة أنت عندك الانتنشن تعملها يبقى يفضل تعملها في الزمن المضارع المستمر واحد يقول طيب C من الأفعال اللي هي الشعور والإحساس والحاجات دي ما نفعش حطها ing أقول لك مظبوط بس هنا C مش بمعنى يرى مش بمعنى يرى أن واحد بيبص يشوف حاجة حوالي لا ده هو I am seeing the dentist معناها عندي موعد مع طبيب الأسناء يبقى ديت معناها موعد موعد بهدف الكشف مش معناها أنك شايف حاجة أو مش شايف حاجة يبقى لو شوفنا أي من أفعال الشعور والإحساس في الزمن المستمر مضاف له ing هنا مش هيبقى معناها المعنى الأصلي هيكون معناها معنى آخر في الجملة يعني مثلا كلمة have من الأفعال ما ينفعش حطها في ing بمعنى يمتلك I have a car I have a house إلى آخر طيب لو أنا قلت بقى I am having lunch يبقى هل هنا معناها أنا أمتلك الطعام أو الغداء لا معناها أنا أتناول I am having lunch طالما أن الفعل have مضاف ing على غير العادة إنه أصلا بمعنى يمتلك وما محط له ing لو لقيت الفعل مضاف ing لأ له معنى مختلف يبقى ما تشوف جملة I have a house I have a car لدي أو أمتلك منزل أو سيارة إنما لقلت I am having مثلا lunch يبقى أنا أتناول مش معناها أمتلك أنا أتناول الغداء نفس الشيء هنا I am seeing the dentist مش معناها يرى ولكن معناها عنده عنده مقابلة أو عنده موعد مع طبيب الأسنان يبقى دي الإجابة الصحية طيب 14 بيقول don't forget the report when you finish it يبقى don't forget a to bring don't forget to bring the report when you finish معناها هو لسه هيخضر ال الريبورد تمام يبقى فيه فرق بين forget لو جبت بعدها فعل لو جبت بعدها فعل في المصدر اللي هو توزئ للفعل وإن فورجيت استخدم بعدها يعني don't forget to bring معناها هو لسه هيخضر الريبورد أو التقرير بعد ما يخلص لكن لما اجا اقول على حاجة تانية I forgot مثلا bringing the report يعني ده حاجة حصلت عملتها قبل كده وانا انسيت يعني انا رحت وديت التقرير وانا انسيت ان انا رحت وديه فاذا التقرير تم احضاره او تم تسليمه لو في حالة استخدمت الجيران بعد لو قلت I forgot مثلا bringing مثلا the report يعني انا فعلا سلمت بس انا انسيت واقعة تسليم الريبورد انما لو قلت I forgot to hand in the report او to bring the report انا لسه ما سلمتش الريبورد اوكي فيعني خليب لك اني بعض الافعال استخدام الجيران بعدها يختلف عن استخدام الانفناتف فحسب بقى السياق والمعنى هنا to bring هي الاجابة الصحيحة اللي هي دي طيب السؤال الخمستاشر بيقول which of the following is correctly structured هنلاقي ان بي the children were taken to the park yesterday دي جملة في الماضي فيها يستخدم وضع زي التصريف التالت الفاعل جمعي يبقى استخدم وير شوف السؤال number 16 بيقول the writer of an opinion essay needs to كاتب مقالة الرأي اللي هو يعبر فيها عن رأي ومفروض ان هو يعمل ايه give examples to prove his point of view يبقى see انت بتتكلم عن مقالة بتعبر فيها عن رأيك موقفك بالنسبة لحاجة معينة يبقى لازم تجيب examples عشان تثبت وجهة نظر او احذر او احترس يبقى دائما بيه بعدها بنقفل او اللي هو وبعدين ايه اوكي هي ديات الاجابة الصحيحة دي طيب نشوف بقى الجزء بتاع الريدن طبعا احنا بننبه للطلب يا جماعة في الامتحان الفعلي اقرأ اول سطر او سطرين بس من كل فقرة وبعد عشان تعرف المعنى العام في الريدن وبعدين نروح للأسئلة اذا حاجة وقفت عليك ارجع من ده يوفر معاك وقت كتير في اجابة سؤال الريدن وفي نفس الوقت الاسئلة اللي بتيجي بعد الريدن ما محكم بوقت لكن انت لو فاضي بقى برا الامتحان عايز تقرأ الاستمتاع ومعرفة كل التفاصيل ومعرفة معلومات عندك وهكذا خلاص واستفادة لغويا من ناحية مثلا فاقرأ بقى براحتك وطلع الحاجات وشوف معاني الكلمات اللي وقف عليك او الى اخر لكن في الامتحان انت بتركز على اول سطر وتروح للاسئلة زي ما احنا شرحنا كذا مرة قبل كده احنا مع بعض دلوقت بنقرأ القطع عشان نتعود ان الاراة الاراة دي حاجة مفيدة وبنطلع منها المعاني ممكن نترجم هو عايز يقول ايه استفادة لك لكن دي مش الطريقة المسلة في الامتحان زي ما انا شرحت قبل كده بنعمل الكلام دلوقتي احنا مش محكمين بوقت لكن في الامتحان انت قدت وقت بالاسئلة التانية ومفيش عندك وقت كافي هو مفروض بتعمل كده وبننصح طلب او او بنفس الحكاية لان قطع قطع طويلة والوقت ميبقى مش كافي يعني لانك انت تقرأ وتعرف كل التفاصيل وتقرأ كل حاجة وتفهم كل حاجة تمام لكن هنا احنا بنقرأ مع بعض عشان زي ما قلت الاستفادة ليس اكتر باعتبار ان احنا الوقت مش محكمين بالوقت بتاع الامتحان طب افرض انت في الامتحان جاوبت الاسئلة التانية الام سي كيو كلها وعملت الاس بتاعك وجاوبت سؤالين القصة وعندك وقت كافي للقرائقة اقرأ ساعتها مفيش مشكلة عندك وقت كافي ومتأكد ان في وقت كافي انك تقرأ لكن نصيحة وقف عليك حاجة ما تقفش عندها وقف عليك ما تقفش عنه وقف عليك ما تداش فاهم واول ما تقفش عنه لان الاسئلة اللي هتيجي بعد ما هي يشت بتغطي كل الكلام ده هو بيجيب بس بعض الاسئلة من غير حتى ما تقرأ القطعة بتتكلم عن ايه كلمة مثلا يجيب لك كلمة وقول لك نفس الحكاية هتروح للسطر اللي وردت فيه الكلمة وتعرف اللي هو العكس او السينونيوم المرادف من غير ما تقرأ كل وتعرف هو ايه يعني يعني فيه سؤالين ثلاثة ممكن تجاوهم من غير ما تقرأ القطعة ولا تعرف هو بتكلم عن ايه تمام فاذا انت داخل الامتحان الهدف من الامتحان انك تجاوب الاسئلة وان انت توصل الاجابة الصحية مش انك تعرف وطبق عارف الكلام ده اذا فيه وقت اوكي مفيش عندك وقت يسمح بذلك يبقى نلتزم من الطريقة التعامل مع قطع في الامتحان زي ما قلتلك اول سطر او سطرين وبعدين في كل فاقرة فهمنا الفاقرة بتكلم عن ايه والبراجراف والاسي بتكلم عن ايه اروح بقى للاسئلة واقف علي سؤال برجع عمل تحديدا اعرف اجابة السؤال اللي واقف علي نبدأ في الريدن كل سنة تقرر انها تدرس بر اما لفترة الصف فقط او لمدد ست شهور او سنة او اكتر من ذلك من اجابة الانتحان بر الانتحان بر اجابة بر اجابة انها دراسة بالخارك هي حاجة شيقة بط ايضا ايضا مخيفة ايضا لت تحديدا الانتحان لتحديد 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 العيش في دولة اخرى هيخلي عندك فرصة انك انت تتعلم لغة وانك تعرف ايضا عن هذه اللغاية لت ترى العالم بطريقة جديدة وتتعلم اكتر عن نفسك لما تسافر بالخارك هو ايضا تدريب لك على عالم الاعمال او العمل في شركات كتير بتفضل الموظفين عارفين لغة تانية او مروا بتجربة الحياة في بلد اخرى عشان تحدي الدولة انت عايز تسافرها واللغة او هنا ممكن يكون معناها الجمعة او المعهد اللي انت عايز تدريس في اسأل نفسك الاسئلة دي لمدة اعيز انا ادرس بالخارج هل عايز مع اسرة تعتبر اسرة مضيفة ممكن اهل اعيش مع شخص يعني اتشارك معه في الغرفة روم ميت او بمفردي ممكن ادفع عد ايه لو انت متشعرف تجاوبي لأسدي لوحدك الموظفين بتوعنا المحترفين او الذوي الخبرة هيساعدوك على ذلك سركة يعني اسمها ترافل لينجو الدراسة اللغة السفر اللي هدف اللغة يعني او التعلم اللغة طبعا لينجو جاء من لانجو وترافل يعني السفر فاي شركة مدخصصة ساعدك على السفر الخارج على دراسة اللغات بساعدو بساعدو بناء الخبرة بتاعتنا الدراسة التعليد بتاعة الدراسة الدراسة او تكلم مع الناس اللي عندهم خبرة في الدراسة بالخارج and call the school to make sure someone can meet you when you get there تكلم الجامعة اللي انت عايز تروح لها او المعهد بحيث ان حد يرتب ان في حد يقبلك في المطار مثلا او لما توصل هناك make sure to bring some local money and a credit card وتأكد يكون معاك فلوس بالعملة المحلية بتاعت البلد اللي هتروح و credit card اللي هو بطاقة اقتمال be curious and open to meeting new people and having new experiences تقلي عندك فضول وان انت مستعد تقبل ناس جديدة وتتعلم خبرات جديدة don't expect to always be comfortable لا تتوقع انك تكون دايما مستريح يعني after the first few weeks بعد الاسابيع القليلة الاولى it is usual to feel a little home sick تشعر بالاشتياق او ان انت مشتاق ترجع بلدك او حاسس ان انت مفتقد بلدك you will miss your family and friends وايضا ستفتقد عائلتك واصدقائك remember that it takes time to get used to a new place with new customs تتكلم لك ان تاخد وقت انك تتعلم على او تتعود على انك ناس اخرين وعادات جديدة ما كنتش تعرف talk to your new friends and write about your feelings تكلم مع اصدقائك الجداد واكتب عن مشاعرك مثلا عن طريق ضائري او مفكرة بتكتب فيها الحاجات اللي انت بتشعر بها try to help try to keep in touch with the people back home وخليك على تواصل مع اهلك واصدقائك في دولتك الاصلية try to help you get started on your journey by doing all this شركة travel lingua اللي هي الشركة متخصصة في الصفر واللغات بتساعدك ان انت تعمل كل هذه الاشياء and more choose us as your travel partner اخترنا كشريك الصفر بتاعك and we will be sure to get you where you want to go واحنا هنساعدك تروح اي مكان انت عايز تروح طيب نشوف بها سؤال 18 بيقول the main idea of the passage is طبعا studying abroad بيكلم على الدراسة بالخارج يبقى ايه الاجابة الصحية طيب السؤال 19 بيقول the second paragraph answers the question بارغراف التاني بيجاوب انه سؤال why do people study abroad ليه الناس بتسافر بره لو رجعت البرغراف التاني اهو living in another country will help you learn a language ليه الناس بتسافر بره عشان تتعلم لغة and learn about another you will see the world هتشوف العالم you will learn about yourself studying abroad is also training for the working اه يبقى كل بارغراف بتكلم ليه الناس بتسافر بره يبقى بيه الاجابة الصحية why do people study abroad ليه الناس بتدرس في الخارج طيب السؤال 20 بيقول the antonym of the underlying word curious هو عايز بقى عكس او مضاد كلمة curious احنا عارفين curious يعني فضولي او لديه فضول يبقى العكس بتاعها uninterested واحد مش مهتم بشيء معايد فضولي ده يعني عنده فضول يعرف اكتر عن الموضوع ده لكن عكسها uninterested غير مهتم بهذا الموضوع يبقى ديه طيب السؤال 21 بيقول traveling where is a company that helps students يعملوا إيباه prepare to go abroad شركة متخصصة في السفر والدراسة بالخارج بتساعد الطلبة ان هما يسفروا للخارج وتعدهم لذلك باسي طيب السؤال 22 بيقول to get ready before traveling you should know a lot about that of your host country وانت بتحضر نفسك للسفر للخارج لازم تعرف اكتر عن customs او العادات بتاعة الدولة المضيفة يبقى customs اللي هي العادات والتقاليد طيب شوف السؤال 23 بيقول the word experience used in the passage twice as يبقى الكلمة experience استخدمت في القطع مرتين as a يبقى an adjective and a verb طيب نشوف كده نشوف المرتين اللي تم استخدامهم اول واحدة هوت who have experienced living اتكلم مع الناس اللي هما جربوا الحياة بالخارج يبقى دية مستخدمة كفعلي جاء بعد have اهيت وبعدين experienced هنا التصريف الثالث من experience يعني الذين جربوا كذا الحياة أو العمل بالخارج أو في دولة أخرى يبقى اول استخدام مستخدمة كverb تاني حاجة if you aren't sure how to answer these questions our experienced staff الجملة التانية مستخدمة experienced كصفة يعني الموظفين ذوي الخبرة بتوعنا هيساعدوك على ذلك يبقى في الحالة الأولى verb وفي الحالة التانية adjective وبالتالي الإجابة الصحيحة هي be an adjective and a verb يبقى كلمة experienced مستخدمة مرة كأجكتب ومرة كverb يبقى be الإجابة الصحية طيب السؤال 24 the advertisement suggests that you take with you يبقى credit card في قطعة ال reading اللي احنا عملناها أو الإعلان اللي هو بتاع شركة Travellingua بيقول خد معاك credit card أو بطاقة ائتمان وقال أيضا تاخد معاك عملة محلية في الدولة بتاعة الدولة اللي انت رئي يبقى هنا ايه الإجابة الصحية طيب السؤال 25 بيقول the synonym of the underlying word home sick معناها nostalgic be يعني عنده حنين وشوق لبلده واحد بيسافر بالخارج أول أسبوعين ثلاثة بيبقى عنده حنين واشتياق لبلده لأنه بيشوف حاجة جديدة أشياء جديدة مش بتعود عليه فكلمة home sick هنا مش معناها واحد مريض أو بتاع لا sick مش معناها هنا على بعضها home sick معناها nostalgic nostalgic يعني يشعر بالحنين لبلده أو موطنه الأصل طيب كده خلصنا القطعة الأولى نشوف القطعة التانية نقرأ مع بعض which job do you want to do when you leave school ايه الوظيفة اللي عايز تشتغلها لما تخلص الدراسة 150 years ago there were not many choices من 150 سنة ما كانش في خيارات كتيرة some people took academic jobs such as becoming a lawyer or an accountant بعض الناس عملوا وظائف أكاديمية زي إن هو يبقى محامي أو محاسب others took jobs that needed vocational skills وآخرين اشتغلوا في مهن تحتاج إلى مهارات حرفية زي مثلا being a farmer مزارع today however there are hundreds of new kinds of jobs لكن في الوقت الحاضر اللي احنا فيه في مئات الوظائف الجديدة okay which we did not have just 10 years ago ما كانش موجود حتى من 10 سنين فاتوا this is good news for young people today because there are many new and exciting jobs that they can do طبعا دي أخبار صارة للناس دلوقتي إن فيه وظائف جديدة كتير ممكن هم يشتغلوا an example is computer programming for mobile phone companies مثلا برمجة أو برمجة حاسب for mobile phone companies لشركات الموبايل أو المحمول mobile phones are developing every year mobileات أو الموبايلات اللي هي الهواتف المحمولة بتتطور كل سنة and the phone companies need people to help to develop them even more وهما بيبقوا في حاجة للناس المتخصصين في البرمجة عشان يساعدوهم يطوروا الهواتف ديات كل سنة another new job is something called library science في وظائف أخرى بتبقى متعلقة بعلم المكتبات لأدرست المكتبات وتنظيمها وغيره this is knowing how to understand information on the internet وبرضو متعلقة بفهم المعلومات على الانترنت this is very important for businesses which have a lot of information about their customers يبقى عندهم معلومات عن الزبائن بتوعهم ده مفيد للشركات يعني عشان كده and want to know how to use it وإزاي تستخدم هذه البيانات أو المعلومات so they can sell them things يعني هو بيجمع معلومات عن الزبائن مش معلومات شخصية لأ معلومات بيفضلوا أنهي منتج بيفضلوا أنهي بضاعة من البضائع بحيث أن هما يقدروا يطوروا الحاجات الزبائن عايزين عشان يبيعوا لهم هذه المنتجات so there are a lot of opportunities for work in the future في فرص كتير للعمل في المستقبل but they may not be the jobs that you have heard of before لكن هي وظائف جديدة مش زال وظائف اللي انت عارفها وسمعت عنها بك طيب السؤال بقى 26 بيقول the best title of the passage is يبقى ever changing jobs الوظائف اللي هي تتغير بشكل دائم فيه وظائف جديدة بحاجات جديدة يبقى the ever changing jobs طيب 27 بيقول which of the following sentence is correct أنهي من الجمل دي اعتبر صحيح على أن the jobs in the future will be different from those in these days الوظائف بما أنها تتغير بشكل دائم يبقى الوظائف في المستقبل هتبقى مختلفة عن الوظائف اليوم طيب 28 بيقول the main idea of the passage is that jobs in the future might not exist today يبقى الوظائف اللي هتكون موجودة في المستقبل مش موجودة اليوم يعني هتكون جات حاجة جديدة خالص احنا ما اسمعناش عنها الوقت زي ما فيه وظائف دلوقتي ما كانش حد يسمع عنها في الماضي زي مثلا برمجة الحواتف المحمولة والحاجات دي ما كانش أصلا موجود حواتف محمولة يعني يبقى الاجابة A might not exist today طيب سؤال 29 بيقول which of the following jobs could not people do a hundred and fifty years ago ايه الوظائف الي الناس ما كانش تقدر تعملها من مية وخمسين سنة مثلا كمبيوتر بروغرامين كانش بي عاجس ما برمجة كمبيوتر ولا الكلام ده يبقى B دي وظيفة مثال وظيفة جديدة ما كانش الناس تعرف عنها من مية وخمسين سنة اللي هي وظائف البرمج يبقى B طيب سؤال 30 بيقول according to the passage customers are people who الزبائن دي عبارة عن الناس اللي هي بتعمل ايه who buy الناس اللي بتشتري يعني بتشتري منتجات وسلع يبقى customers هم بيعملوا ايه buy بيشتروا الاشياء يبقى D الاجابة الصحيح طيب سؤال 31 بيقول the best sentence which summarizes the passage is الجملة اللي بتلخص القطعة ديت هي عبارة عن ايه C jobs in the future will be connected with computer and technology وظائف المستقبل هيبقى لها صلة بالتكنولوجيا والكمبيوتر اكتر يعني برمجيات وتطوير وزكاء اصطناعي وغير ويبقى C الاجابة الصحية طيب سؤال 32 بيقول the writing the writer thinks that we should كاتب بقى القطعة ديت يعتقد ان احنا يجب ان احنا نعمل ايه search for new jobs ندور على وظائف جديدة عشان فيه اصلا انواع كتير من الوظائف ما كانتش موجودة قبل كده طيب السؤال 33 طيب ولا نشوف الجملة اللي هي 32 تاني the writer thinks we should prepare children for future jobs لا معلش هي احسن من search for new jobs يعني قرناها كده مرة تانية كاتب القطعة اللي احنا قرناها من شوية عايزنا ان نعد الاولاد لوظائف المستقبل مش ان احنا ندور على وظائف جديدة لأ prepare children for future jobs ليه لان الوظائف اللي هيكون في المستقبل هتبقى مختلفة شوية عن وظائف الموجودة دي الوقت يعني نعدهم ان الوظائف دي ممكن يبقى يظهر وظائف جديدة غير الوظائف الموجودة الوقت يكونوا مستعدين لذلك يبقى بي طيب سؤال 33 بيقول according to the passage who can benefit well from new jobs هما اليوث اللي هو بي برضو الشباب مهماش بقى ناس الكبار اللي تعودوا على وظائف معينة وخلاص ما عندهمش استعداد يتعلموا حاجة جديدة لأ هو ده الوظائف الجديدة بتنفع الشباب أكتر من أي حد آخر يبقى بي الإجابة الصحية طيب نشوف بقى السؤال 34 الزائف الجديدة بتنفع الشباب السيريس لي هنا مش معناها بشكل خطير لكن بجدية بقى نستبعدها إيه عشان كلمة بشكل خطير دي بي برضو بيقول يجب أن يتم التعامل معها بخطورة هي المفروض بتعامل معها بجدية وبالتالي هنستبعد إيه وبي سي هي اللي صح الاحتباس الحاري بيقول تم التعامل معها هو ما تمش تعامل معها لسه احنا يجب أن يتم التعامل معها يعني ما تمش معالجة المشكلة يبقى نستبعد دي لأن نستخدم الماضي نقول لها يا جماعة إن استخدام التنس غلط بيخلي الجملة بنستبعدها على طول يعني مضارعة هو عملها كأنها إيه إن احنا تم التعامل معها مش يجب أن يتم التعامل معها يعني عمل المضارع خلاها ماضي وبالتالي دي غلق وصيها الإجابة الصحية طيب سؤال 35 بيقول فإن أفضل ترجمة هي دي إن مواجهة المشاكل العالمية هي مسئولية الحكومات والأفراد لذلك يجب أن نلعب دورا إيجابيا في مواجهة هذه التحديات لنحية حياة أفضل نلاقي الجمل الثانية فيها برضو بعض الأخطاء إما كلمة غلط أو حرف جر غلط أو التنس معمول غلط طيب نشوف السؤال 36 بيقول تعالوا من لغات المختلفة بشكل نعم ضروري في عالمنا المعاصر الذي أصبح تقارية صغيرة يبقى دي الإجابة الصحية طيب شوف بس الترجمة from Arabic اللي هي 37 علينا ترشيد استهلاكنا من البترول والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مختلف المجالات وهذا سوف يقلل من الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تغير المناخ المؤثر على حياتنا هلأ إن سي أفضل ترجمة We must rationalize our consumption of oil and rely on renewable energy sources in various fields and this will reduce global warming which leads to climate change that affects our lives يبقى سي الإجابة الصحية لو ده أنا النظر في الجمل التاريخ هل لأنني فيها أخطاء يجب أن نحن نستبعدها وهل لأنني سي أفضل إجابة طيب نسبة بالي سؤال القصة I wanted to say I didn't tell the soldiers where to find you Do you think the convict thought that Beb hadn't told the soldiers about his place and why هنا Magwitch believe in Beb did not tell the soldiers about his place وإن هو حما Beb من العقاب اللي هو قال I stole the food and the file from the workshop إن أنا اللي سرقت الطعام والفايل اللي هو المبرد من الورشة بتاعة الحدادة بتاعة جو ده عشان يحمي باب من العقاب طيب 39 بيقول in your opinion was Beb was Beb a young man of principles why do you think so هال بيب كان عنده مبادئ آه إن هو he was good with people around him آه he was ambitious كان عنده كمان تموح لما سافر لندن كان كويس مع هربر and he always helped him لأن هربر هو ساعده وبالتالي هو كان بساعد هربر آه when Beb felt ashamed of Mr. Joe and Biddy هو غير نفسه بعد كده وتعلم أن these people are good and kind people وندم على أن he felt ashamed of them في الأول كان بيحس أنه مستعر من Mr. Joe عشان شغال blacksmith وبيدي عشان عايشين حياة بسيطة واللي خلا يشعر هذا الإحساس في ذلك الوقت هي استلة ومسها بشمل اللي كانوا بيتعاملوا معاه كأنه واحد من الطبقة الدنيا فده انعكس على يعني مشاعره تجاه Mr. Joe وبيدي لكن طبعا في القصة مفروض الإجابة بتاعتنا سطر أو سطرين بنوضح في أول حاجة على طول أهم النقطة في الإجابة بالنسبة للرايتنج زي ما قلنا احنا عملنا سؤال يعني حلقات منفصلة عن الرايتنج ازاي ان احنا نحضر الأفكار بتاعتنا في المسواد ده قبل ما نبدأ الكتابة نبدأ الكتابة كل فكرة بنطورها في فكرة وبعدين بنرجع على المضمون مرة أخيرة اللي هو الكونتنت أهم حاجة المحتوى وبعدين بنبص أخيرا على الجرامر والسبلينج عشان منقش درجات ان شاء الله ارجعوا ارجعوا للفيديوهات بتاعت الاسز في فيديوهات كذا فيديو في شرح تفصيلي وفي فيديو في حوالي عشر موضوعات يعني يعتبر أهم المواضيع متوقع ان هي تيجي والشرح بالتفصيلي ازاي نكتب مقال في كل واحد منهم وفي افكار ونتورها ونكتب الموضوع ازاي نتمنى التوفيق لأننا الطلاب تابعونا في الفيديوهات القادمة بنحل مرة امتحان من جيم ومرة امتحان من المعاصر بوكلت فتابعونا في الفيديوهات القادمة